مصراتة كانت في تلك الفترة مشت المواهب يعني كانت البيئة في مصراتة ليس كما يشعنها بيئة تجار وعلى آخره وإنما كانت بيئة ثقافة وبإمكاني القول اللي كان فيها مشروع للنهضة كان هناك مجال عام مفتوح ومتنوع فكان أنت تلقى المؤسسة المدرسة اللي تتبناك تلقى الأستاذ الذي يقودك تلقى كل هذه المناخات كانت موجودة فأنا عام 1964 انتقلت إلى مصراتة ومباشرة الـ 65 في المدرسة المركزية في مصراتة كانت طبعاً هذه من الظواهر اللي يفتقدها الآن كانت فيه فرقة للمسرح في تلك المدرسة كانت فيه جمعية للرسم في تلك المدرسة فرقة للموسيقى فرقة للنادي القراءة كل هذه كانت موجودة في هذه المدرسة وكان يشرف على هذه الجمعيات والهذه الأنشطة أساتذة دوي خبرة أنا كنت محظوظ وأخذني أستاذ المسرح أستاذ الرائد إبراهيم الكميلي وهو أستاذ كبير طبعاً وخرج الكثير من العجال في ذلك الوقت عام 1965 ووضعني على خشبة المسرح لأصبح ممتل من تلك اللحظة طبعاً احتكاك بالمسرح مبكرة أيضاً كان عندي رغبة في التعبير عن الدات كما يقال يعني مبكرة فكان عندي رغبة في أن ليس أن أمثل فقط وإنما أن أكتب ولذلك أنا كتبت أول نص لي ينفد وأنا في ثالث عدادي يعني في ثالث عدادي في ثالث عدادي كتبت نص مسرحي وقدمناه في فرقة النادي الأهلي بمسرات اللي هو الآن نادي السويحلي في ذلك الوقت كانت عندها فرقة طبعاً عندها فرقة مسرحية فكان أول عملية ومبكر كتبته وانا في ثالث عدادي أيضاً في مسألة مهمة أن كنا نقرأ يعني رغم سننا فكان من المفروض علينا في المدرسة إلى جانب المنهج أن كنت في مكتب المدرسة لابد أن تستعير منها كتاب كان في عملية توجيه في هذه المسألة تستعير كتاب ثم تلخصها للكتاب لأستاذ القراءة تلخصها للكتاب وهذه العملية تتم أسبوعياً يعني أنت عندك كل أسبوع عليك أن تلخص كتاب هذا في المدرسة أيضاً في المدينة فيه المركز الثقافي أيضاً فيه مكتبة عامة فكل هذا المناخ أكيد خلق فينا يعني العملية كانت مشتركة بين مؤسسة تعليمية بين مؤسسة أخرى ومواطبة العملية التعليمية زي ما قلت أنا كان مشت المصراتة كانتها مشت المواهب يعني